السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهر باركم للبنات. كنت منها تكونوا مزيانين وبأحوال جيدة. اليوم ان شاء الله جيدوا فيديو جديد على القناة بوحد الوصفة اللي ممتازة عجينة اللي كما نقول عليها خطيرة فعلا. أنا استعملت هاد المصطلح دي الخطيرة لأنها فعلا عجينة ممتازة. كنت منها انكم تجربوها الطريقة هذي. لي كتجي عجينة زوينا وخفيفة وقطنية بالنسبة البيتزا. آآ كنتمنى انكم تبعوا الفيديو للاخر. وكان مغين رحب البنات كاملين اللي آآ عاد نضموه عندي جداد. وبنات القدام اكيد. آآ كان رحب بكم. وكان قولكم بنات لمزان ما اشتركوش عندي في القناة. ما تنسوش انكم ضغطوا على زل احمل اشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. اكيد البنات المهتمين بالوصفات راح متواجدين بالزبط ديها الوصفات في القناة ديالي. مرحبا بكم. وغاد ندوز ده باش نشوف المقادر. عندي سبعمية وخمسين جرام ديال دقيق الابيض. عندي الماء الدافي. عندي آآ معلقة كبيرة ديال السكر. ومع نصف معلقة كبيرة ديال الخميرة. عندي نصف كاز ديال زيت سيتون. والملح. بيضة كاملة. وعندي مع القونص ديال الخل الابيض. اكيد اللي متواجد عنده الخل ديالتفاح او اللا مش مشكلة يعني يمكن يستعمله. وغدا نضيف آآ نصف كاز ديال الحليب مع الخليط ديال الماء. يعني اه دكرة يعني كندرت الحليب مخلط مع من الول غادي نتبقى وشاكين. كي اللي غادي حساب له اللي هدا كله حليب وانما غير واحد شوية ديال حليب غير ننسى كاز تقريبا نقول لك كاز مع مرش. خلطتو مع الماء. وضعت لكل مقادير في العجانة الدقيق مع الملحة والسكر. وزيت عليهم الخميرة. والخل. بعدا نخليه هو البيض. اه حتى يعني النصف ديال العجين تقريبا مني بدن عجين فيها. وضفت زيت زيتون. اللي كيعطيها طراوة. اكيد اللي ما عندو زيت زيتون يمكن اللي يستعمل معلقة كبيرة. اه اه ونصف ديال الزبدة. وبديت كنجمع في الدقيق. بالخليط ديال الماء والحليب. وضفت اه الخل. وغا دمقها كمسة مرة عيني ميزاني. كنشوف العجينة. اه لان انا وضعت السوائل كين الزيت كين البيض. يعني اه دائما خصنا ناخده الحاضر باش العجينة ما تولي الجارية. ما تجراش. واكيد اللي جلت لكم العجينة. يمكن لكم اه ضيفه الدقيق طبعا. انا العجينة هنا خليتها خفيفة يعني ما قدش قاسها لاحظوا معي شكل ديالة. خفيفة. لانها مقداش تكون تلصق في اليدين بزدف لانا فيها زيت الزيتون. وهنا دس باش نشوف المقاعدين اللي غنستعمل الحشوة ديالهات البيتزا. عندي البصلة مشلدة وعندي الشامبينيون. وعندي ليزيب بينار. وفلفل ابيض. والملح وبودرة التوم. وزيت الزيتون. هدو هما المقاعدين اللي غنستعمل للحشوة. واكيد الحشوة كتبقى اختيارية. يمكن لكم تستعملو غير الطون. و يعني مع الفرماج وسلصة الطماطم. يعني اللي عندكم تواجد. اولا الخضر. القرحة مع الدنجل. يعني يكين بزدف ديالواصفات. بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش اللحام اولا. اكارة. كلهم يستعملو الخضر. ودابا. نبدأ نوضعها في التوابل كيما لحتوم. بد مش حديك البصيلة شوية. اضفت فلفل ابيض. بودرة التوم. والملح. البصلة كانا كتكترت البصلة شوية لان البصلة كالدبال. وفي نفس الوقت كتعطي واحد البنة. وكتواتى مع ليزيب بينار ومع الشامبينيو. كجيزوين بثاف. ومع الفرماج دي الموزاريلا. راكم عارفين كيتواتى مع ليزيب بينار كيجيزوين معها. هاتشي اللاش انا بغيت نتضغطي معكم بهالطريقة هادي في القناة. اه فعلا الى جربته بهالطريقة وهد. بهال الحشوة هادي. غدا تعجبكم. متأكدة. اوم بعد ما شحرت شامبينيو مع البصلة ضفت عليهم آآ ليزيب بينار. هي راه كتتبهال بسرعة يعني تقريبا فربعه ديالدقايق صافي كتبط. او لف ثلاثة دقايق قاع. وكتقلال يعني وخل كمية ديالها من شاء الله. يعني مني كتديروه في المقلة كتحشمكم كتولي غير شوية. وهنا راه تقريبا يعني وجدات درتها انا في واحد صفاية عادية خويت فيها الخالط كله غير خويته وتصفى منه ذا كلمة شي شوية. واحتفت بيه باش البيتزا ما تجيش شبعانة يعني بتا كلمة. هنا العجينار خملاء خمرات لاحظوا معي كيف جت. كتبان طرية. وخفيفة بزاف. وقعد ندوز دابة باش نشكلها يعني قسمتها على ربعة دلت ربع دية البيتزات بنفس الحجم يعني غنديرها كويرات. والعجينارها كانت مرتاحة يعني طرية مع انا كما قلت لكم ما خليتش العجينار قاسحة. كانت خفيفة يعني من جيت نسرحها بمثلك بسرعة. وهنا را وريتكم هذيك الفرماجي الموزاريلا قطعتها هكاك شرائح. وبصلا ولي معالي زي بينار وشومبينيون بعد ما صفيتها وضعت بدك الإناء احت هي. يعني حطيت المقادر حداية. واحتى سلصة طماطم يعني اللي غير منسة مع هكاك طبيعيا ما في حتى شي نسمى. لانني انا وضعت الزعتر من بعد اكيد من يكمل هذا كنديرو اللي يزيب بينار وذيك الشي والفرماج. وكان ضيفو الزعتر او الحباق وما يمدك شي كي يبقى اختياري لحسب تنسيم اللي كازو هونتو ما. وهنا من بعد ما صرحت الكرة دي العجين. اختيت قطعها اللي كنقطع بها البيتزا. لاحظوا معي دلت ربعة ديال الفتحات. او اللي يمكن لكم نديرو اكتر. وضعت اه سلصة الطماطم. يعني في النص ديال البيتزا. ومن بعدها وضعت اه المكونات ديال اللي كانت بحطو طاح داية. اللي هي ليزيب بينار والشومبينيو اكيد. اه كنفرش هم هما اللولين يعني كطبقة اولى. من بعد ما البنات خاصكم تقبل عجينة يعني بالفرشات. في اللول عادة تديرو السلصة ديال الطماطم كما العادة في حال البيتزا العادية. وعادة كنديرو الطبقة ديال ليزيب بينار. والطبقة التالتة هي ديال الفرماج موزاريلا. واللي ما متوفرش عنده اه القطع ديال الفرماج هادا. اكيدا يستعمل الموزاريلا العادية ديال الساشي اللي كاننا اخدوه من اللي سيب بينار شي. ما هي متواجدة. قطر الشوشوية ديال الزعتار او للحباق مهم دكشي اللي كتبه انتوما. بالحسب تنسيم. استمرت بنفس الطريقة كنصرح العجين. هال هاد الشكل هادا. هالطماطم البنات رهام ماشي من السماء انا طبيعيا كان ما كان شريج ديك اللي هتكون اه يعني فيها من السماء هكا بالتوابل ودكشي. يعني هادي طبيعيا ما في حتى شي اضافة. واكيد اه البنات اللي بغوني نبغتاجي معا طريقة ديال سلسة الطماطم ديالبيتزا يخليوها ليا في التعليقات. كنصيبها مرة مرة. واكيد مني نصيبها رهان بغتاجي معاكم في القناة. صراحة كجيزوينة وممتازة. وما كيش في حل سلسة الطماطم اللي مصنوعة في البيت. واكيد لو معني لما كانش عندكم من الاحسن خدوا هادي اللي ما كتكون في حتى شي اضافة. احسن. يعني الخرى دائما كيكونش كوك فيها. واخا ما كيكونوش مكتوب في المكتوبينش اكيد راكينش شك لانا ماشي كوشي كيكتبوها كافة المكونات. وقديت الشرائح ديال مداريلا كيما لاحظتو هادو كيجيوزوينين هالبنات وكيعدة واحد لدة في البيتزا اللي مختلفة على يعني البيتزا العادية اللي في او الفرماج العادي اللي كنديرو في البيتزا. لان هاد القطع هادو اه كي يعطي واحد التعليكة في البيتزا. ورا متواجينا البنات في الديوليدال هادو كلي كيكونو هالكورات صغارين. اللي كنديروهم هاكا في شلعدة اولا في صندويتشات راهم كيجيوزوينين حتى هما. ويمكن تستعملو حتى اه يعني الفرماج للقطع مربعات اللي كيدرها كافة. في صندويتش تاورها كيجيوزوينة. وهنا درت انا الحبق. هو اللي استعملت ما استعملش ازعتها في هادو الوصفة هادو. صراحة هو كيت وتمرها وكي يعطي واحد من نسمة زوينة. وكي يعطي واحد منظر مختلف البيتزا العادية اللي كنتستعملو حل ديما. يعني مشي غير البيتزا الدائرية. مي هاديك الجزوين البنات اكدا غدا تعجبكم. وهنا كنت وجهتك على العجين كله قديته. يعني القيطة عنديو البيتزا بربعة. وخليتهم خمرو شوية تقريبا واحد غير وعشرات دقايق. سوف يدخلتم الفران. على درجة حرارة ميتين درجة انا قدرتهم. وما تنسوش البنات واحد معلومة. قبل ما ادخلهم الفران قادي انتخطوا فورشات. وادهنوا بها اه العجينات. اددلوها بزيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون دي الطبخ. كتدهنوا العجينة به. من الفوق. باش كتجيكم ديك التحميرة وده كل لون الدهبي اللي كي يجيز وين كي ما لاحظتم. دهنوا البنات زيت الزيتون. اللي انسيت ما قلتاش لكم كم علومة هكا في الول. هنا البيتزا بعد ما خرجتها صراحة كتشاهي. انا غير شافوها ولادي وبدأ واو واو. عجباتهم. لاحظوا معي العجينة كيفاش كتكون. قطنية وخفيفة بزاف. يعني البيتزا ديال تبرد القلب. فعلا. وتستحق اه تشربة ويعني محتال ماداق ديالها مميز. وانا اللي عجبني فيها اكتر وهو العجين. خفيف بالساف وزوين. وما بغيش نبغط جي معاكم يعني بيتزا العادية دائرية. يعني بغيت نغير هالطريقة هادي كتجي زوينة. آآ هاكا كساندويتشات كتبان هاكا اللوليدات او اللي همني تكونو ماشي ينشو بلاصة او اللي جيتو مزروبين او كتكونوا مجدينة على قبل هاكا فتلاجة محتفظين بيها. وكتسخنوها كتجي ممتازة. حلا يا الله طيبة. مع داك الفرماج كيكون دائب. بحضو معي كيف الجات. وهنا البنات كي ساري الفيديو ديالي. نتلقوا فيديو.